موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج أنا من هناك أقدمها لكم من لندن طبعا مع المخرج السينمائي الوثائقي المستقل البريطاني تشون مكاليستر سنتعرف عليه في هذا التقرير ثم نعود موسيقى مزال يطلق عليها اسم ثورة في الوقت الذي تخلت فيه معظم الأطراف عن اعتبارها ثورة محقة لشعب دفع ثمن الحرية مئات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين ربما لأنه مستقل وربما لأنه عاش حروبا كثيرة في المنطقة العربية حيث يفضل أن يعيش شون مكاليستر المخرج الوثائقي البريطاني صاحب فيلم قصة حب سورية وأفلام أخرى نال عليها العديد من الجوائز العالمية لم يمنعه التمويل الذي حصل عليه من قناة البيبي سي البريطانية من إنجاز فيلم يمنح القضية السورية حقها من دون تنظيرات بعض المستشرقين المصابين بلوثة الهلع من الإسلاميين لماذا لا يزال مكاليستر يعتبرها ثورة؟ لماذا أحب العيش في دمشق سنة 2009؟ حيث بقي هناك حتى انطلاق الثورة واعتقاله من قبل أجهزة المخابرات السورية ما الذي يدفع مخرجا وثائقيا بريطانيا لقول الحقيقة في زمن الصمت والانحياز الأعمى لأنظمة القمع بحجة العلمانية والانفتاح هذا ما سيخبرنا عنه مكاليستر في هذه الحلقة مساء الخير عندما توصلت معك للمرة الأولى عبر الفيسبوك واقترحت عليك إجراء هذا اللقاء للحديث عن الثورة السورية قلت لي من الرائع أنها ما تزال تسمى بالثورة خاصة وأن البي بي سي توقفت عن إطلاق هذه التسمية على الثورة السورية لا أعرف ما هو السبب وراء ذلك ولكن الإعلام العام فقد هذه الرواية بخصوص الثورة السورية وأصبح ينظر إليها ككارثة أكثر من كونها ثورة ولكنني أعتقد بأن في القلب من المسألة ولب القضية هو بعد معرفة معاناة ومآسي الشعب السوري نتيجة لموارسات النظام فإنها ثورة ضد هذا النظام ولأنها تحمل روح الثورة ولكنه من المثير أن وسائل الإعلام الجماهيرية العامة فشلت في إيصال هذه الرسالة طب بغض النظر عن وسائل الإعلام أو التسييس الذي يطال طبعا طريقة التغطية وعرض الأخبار برأيك لماذا ما تزال ثورة؟ أعتقد بأن تعريف ثورة هو يأتي من داخل الروح التي اشتاحت الشعب السوري في شوارعه وأتذكر أنني كنت في سوريا قبل انطلاق الثورة وصرت في الشوارع دمشق وغيرها من المدن وتركت سوريا لليمن لأصنع فيلما بخصوص هذا الأمر عندما بدأ ما يسمى بالربيع العربي ذهبت إلى اليمن وفي تلك الفترة كنت أصنع ذلك الفيلم أو أنتج ذلك الفيلم وتصل بي وأنا هناك بأن هناك أحداثا في سوريا وعودت إلى سوريا حيث أنني ذهلت بأنني رأيت الناس في الشارع وأعتقد بأنني رأيت الخوف قبل الثورة والاضطهاد الذي كان موجودا قبل الثورة عندما أرى هذه الروح التي حدثت خلال الثورة أدركت مدى الشجاعة وانعدام الخوف ولقد شعرت فعلا بالثورة ولذلك أنا أتحدث عنها كثورة لأنني شعرت ورأيت أكثر من الجمهور الذي يشاهدني عبر تلفزيون مثلا أعتقد بأنني شعرت بثورة في الشارع سنتحدث طبعا عن زيارتك إلى سوريا وإلى مناطق متعددة من سوريا لكن قبل ذلك بدي أسألك قلت ما يسمى بالربيع العربي برأيك يعني هو أليس فعلا ربيع عربي لا أعرف من أين جاءت كلمة الربيع العربي ولذلك ليس هناك سبب يجعلني أعترف بها ولكن أعتقد بأن هذا اسم تم إطلاقه من قبل وسائل الإعلام ربما لأن الربيع كأنه شيء يظهر فجأة ربما كان تعبيرا عابرا لأن كلمة سبرينغ أيضا باللغة العربية تعني الينبوع أو العين وعندما ترى أنهار الدماء التي تسيل في شوارع العالم العربي وترى المعاناة التي كان يعانونها ثم قاموا بالنهوض ضد الطغاة الذين كانوا يطهدونهم فربما ذلك تسبب في ظهور هذا التعبير شون تحدثنا عن البي بي سي وهي التي أنتجت فيلم قصة حب سوريا برأيك لماذا تتبنى قناة عالمية كالبي بي سي معروفة بمهنيتها الوضع السوري بهذه الطريقة المستفزة؟ لا أعرف ما هو السبب هناك الكثير من الأجوبة على هذا السؤال أعتقد ربما بأن أجندة الأخبار يتم تقريرها من يقرر ما تكون في الأجندة هو الأحداث التي تحدث في العالم عبر العالم لا أعتقد بأنها رقابة أو أن هناك أجندة معينة موضوعة لهذا الأمر بالخصوص شأن سوري ولكن هناك إذا كان حدث شيء مع ترامب أو مع بوتين فإن هناك أولويات بالتأكيد أولويات تفرض ما الذي سوف يتم عرضه في الأخبار قبل فترة تصلت بأختي وقالت لي بأنه كان من المؤسف ما حدث في سوريا وقلت لها لماذا تتحدثين عن هذا الأمر فقالت لقد شاهدت الآن قبل قليل ما حدث في سوريا لقد قالت بأنهم عرضوا صور استخراج جثث من تحت الركام أنا قد استغربت أنه قبل أيام قليلة جدا البي بي سي عرضت صور لجثث تم إخراجها من تحت الركام والأنقاض وفكرت لماذا الآن قررت البي بي سي إظهار صور جثث يتم استخراجها من تحت الركام هذا الأمر جعلني أفكر لماذا الآن لماذا الآن لماذا الآن تعتقد الأطفال يتم استخراجهم وكل ما بإمكاني أن أقوله بأن الأخبار ذلك اليوم لم تكن هناك أخبار فبالتالي كان هذا الأمر الوحيد الذي بإمكاني أملأ به الشاشة ربما لا أعتقد بأن هناك رقابة ولكن هي مسألة عولويات بخصوص ما يحدث في العالم نعم أنت مخرج وسائقي مستقل لكن بالتأكيد أنت بحاجة إلى تمويلي لأفلامك وقصة حب سوريا كما ذكرنا هي من إنتاج البي بي سي أدى اليوم صعب أنك تلاقي تمويل وخاصة أنه كثير من الجهات الممولة الممولة عفوا معروفة بمواقفة اللي مع الأنظمة القمعية بحاجة أنه هي الأنظمة رغم كل القمع التي تمارسه على شعوبها هي أنظمة علمانية ضد التطرف والإرهاب لا أعتقد بأنها أنظمة هكذا معظم الناس يدركون أن ذلك لسح أولا من صعب جدا أن تعطي أن يتم الموافقة على الفيلم وثم أن يتم إنتاجه لقد حاولت خلال أربعة سنوات أو خمسة سنوات التصوير قبل أن يتم الوصول إلى نهاية الفيلم وإنتاج الفيلم بشكل كامل لا أعتقد بأنهم أيدون لبشار ولكن ما يعتقدونه هو في وسائل الإعلام على أقل الناس الذين تحدثت معهم أن شخصيات مثل بشار مبارك والقذافي هم طغاة ولكن دورهم ليس هو الوقوف إلى جانب طرف تجاه آخر ولكن الذي حاولت أن أقوم به هو أن أحكي قصة ثورة من وجهة نظر الثوار لا أعتقد بأنهم يسعون إلى دعم بشار الأسد بأي شكل من الأشكال ولكن المشكلة هي أن يتم الموافقة على إنتاج هذه الأفلام أو دعم إنتاج هذه الأفلام وأعتقد أن هناك كشبكة لديهم اهتمامات تجارية اهتمامات بخصوص عدد المشاهدين ما هو العدد الذي سوف يكون مهتمم بمشاهدة هذه الأفلام معظم الناس يحبون أن يشاهدوا X-Factor وSimon Cowell وغيرها من البرامج الترفيهية فبالتالي صناعة الأفلام الوثائقية صعب جدا في بريطانيا وربما أصعب عندما يكون الإنتاج في العالم العربي اعتقلت بتشرين الأول زماني غلطاني أكتوبر عام 2011 نعم بسوريا في دمشق إذا بتروي للمشاهدين القليل عن تلك التجربة خلال تلك الفترة تم اعتقالي من أحدى الشوارع دمشق كنت بالقرب من مظاهرة وتم أخذي إلى إحدى المناطق شديدة الحراسة المراكز الأمنية شديدة الحراسة وتم احتجازي لمدة أسبوع وتم سجوابي يوميا لم أكن في القبو ولكنني كنت أنام فيما يشبه مكتب كنت أكون في المكتب خلال النهار وفي الليل كنت أذهب لأنام على الأرض ولكنه لم يسمح لي بأن أذهب إلى القبو أو أذهب إلى الزنزانات دائما يتم وضعي في مكتب بعيد من الزنزين لقد كنت في مكتب التحقيق وبالجوار كان الغرفة التي يتم فيها يتم فيها التعذيب والجلد وغير ذلك ودائما كانت رأسي بالقرب من آليات أو معدات غريبة معدات تعذيب حقيقة معدات تعذيب معقدة وكانت هناك كرة حديدية كبيرة جدا أو كان هناك الكثير من الأحزمة لقد أخذوا حزامي ويضعون جميع الأحزمة يكوّمونها فوق بعضها البعض وأيضا يأخذون منهم أربطة أحذيتهم فبالتالي لقد كانت تجربة لم يقوموا بتعذيبي لأنني مواطم من البريطاني ولكن مجرد أن أسمع آلام وصراخ الآخرين كان تعذيبا نفسيا كبيرا جدا هو جزء من اللعبة التي يمارسونها لأنني لأربعة وعشرين ساعة أسمع شخص يتألم ويصرخ وكان هذا العويل هذا الصياح هو الذي يؤثر عليه وهل تم التحقيق معك في حد حكى معك أثناء هاي الست يام نعم حققوا معي كثيرا لقد قاموا باستجوابي كنت أحاول أن أصادق أكبر عدد ممكن منهم من الذين يتحدثوا اللغة الإنجليزية حتى أستطيع أن أفهم نفسياتهم سيكولوجياتهم لأنني كشخص قضيت أربع سنوات في سوريا حاولت أن أفهم هذا البلد المعقد سواء كان بشار هل هو بشار الذي يحكم أم هو الحرس القديم الذي يحكم أم هل كان هناك صراعا حقيقيا من الذي يسيطر على الوضع في البلاد؟ وفجأة كنت في القلب من النظام كنت في المكاتب التي يأتي إليها سائقي سيارات الأجرة وحيث كانوا يعطون المال رأيت المسدسات ورأيت الرصاص وشاهد أشخاص معتقلين يأتون مع صوبي الأعين إذا كنت في السجن فالربما كان الأمر مختلفا لكنني كنت في أحد مراكز النظام كنت أتحدث معهم وكانوا يتحدثون معي كانوا يقومون باستجوابي وكنت أحاول أن أجيب على أسئلاتهم كأنني أعطي أجوبة حقيقية وفي الكثير من أحيان كنت أعطيهم معلومات خاطئة وتضليلية ولكنني أن أحاول المزيد من الأيام للزملاء يعني يبدو واضح أن أعتقالك القصير جدا سبب لك خوفا ورعبا وهذا شيء طبيعي وقلت في لقاء سابق أنه حتى سبب لك خوف مزمن من الأماكن المغلقة حتى اليوم هل يعقل أن بشر الأسد بعد سبع سنوات ما يزال اليوم رئيسا وأنه الغرب أو خليني أقول بعض الغرب لنعمم يطالب لليوم بضرورة محاورته أعتقد بأنه للأسف وبكل غباء لا أعرف ولكن تقديري هو سبب ذلك هو العراق سبب ذلك هو العراق نتيجة الأخطاء التي تم ارتكابها في العراق وتعقد العملية العسكرية والتدخل العسكري في سوريا وأيضا بسبب أوباما ربما لأن أوباما كان من الديمقراطيين فعادة الديمقراطيين لا يحبون التدخل عبر عمليات عسكرية لأنه عندما تريد تدخل عسكري فإنك بحاجة إلى رئيس جمهوري قوي حيث يكون بإمكانها أن يقوم بركل المؤخرات كما يقول الأمريكيون ولكن أسوأ شيء هو حقيقة الخطوط الحمراء التي وضعها أوباما والتي سمح فيها لبشار الأسد أن يتجاوزها باستخدامه للأسلح الكيموية وهذا أعطى بشار الحرية الكاملة لكي يقوم بتدمير البلد وأيضا التعقيدات السياسية المتعلقة بالتدخل الكبير فإنه عندما كان هناك فراغ تدخل بوتين لملأ الفراغ الذي نتج عن عدم تدخلنا وحيث علينا أن ندرك أن روسيا قوة عظمى أو دولة عظمى وهناك عواقب كثيرة أكثر من مجرد المأساة التي تحصل الآن في سوريا أن المأساة التي تحصل في سوريا هي أن هناك شخصا يقوم بجرائم تشبه المحرقة التي حصلت خلال الحرب العالمية ثانية مؤخرا كنت أشاهد بعض صور المآسي التي حدثت في الحرب العالمية الثانية وما يقوم به بشار أسد ليس مختلفا كثيرا عما حدث في تلك الحرب الكبرى إنها عملية ممنهجة ومنظمة لقتل الأبرياء والمدنيين والعالم أعطى ظهره لمأساة الشعب السوري وأعتقد بأن سبب ذلك هو بسبب الأخطاء التي حدثت نتيجة للتدخل في العراق فأصبح هناك خوفا من التدخل في أي بلد دون أن تكون هناك أهداف حقيقية محددة لأنه لا أحد يعرف ما الذي سوف يحدث عندما يسقط بشار هل الحل كان بالإبقاء على هذه الدكتاتوريات؟ يعني هل أنت اليوم تعتقد أن القرار الأمريكي مدعوما طبعا من الغرب باحتلال العراق؟ كان خاطئا؟ نعم تعرفين أنا في السابق أنتجت أفلاما في العراق وكنت ضد الحرب وغزو العراق لأنها لم تكن حربا مبنية على أسباب حقيقية وصادقة لأنه لم تكن الهدف منها هو إزالة صدام حسين كطاغية وكديكتاتور ولكنها بنيت على أساس إدعاءات كاذبة غير صحيحية والنتيجة العواقب الغزو كانت فوضى عارمة إنها مسألة معقدة جدا ولدي أصدقاء عراقيين فقدوا أحبتهم تحت نظام صدام ولكن أنظر الآن لا بد علي أن ننظر إلى الصورة الأكبر ما الذي يحدث الآن هناك؟ إنها ليست صورة جميلة أعود لفيلمك والثورة السورية أتيت إلى دمشق عام 2009 وبدأت بتصوير فيلمك بعد حين واستغرق الفيلم خمس سنوات كما قلت أو أربع سنوات من التصوير أنت شاهد إذن على ما كان يحدث في سوريا قبل الثورة بسنوات هل كان هناك ما يشي باقتراب الثورة بالنسبة إليك؟ على العكس تماما لم أكن أتوقع بأن هناك فرصة للتغيير لم يكن يبدو بأن هناك فرصة ولكن حقيقة الأمر الذي كان مثيرا بالنسبة لي بخصوص سوريا هو أن سوريا لم تشبه عراق صدام لم تبدو كعراق صدام حسين حيث كان الناس كان لا يسا بإمكاني أن أقول حرية لأن الحرية كلمة غريبة لكن في دمشق كان هناك واجهة توحي بالحرية كان بإمكانك أن تظر إليها كأنها حرة كنت ترى نساء يرتدينا ملابس عصرية جدا وفي نفس الوقت ترى امرأة ترتدي ملابس تقليدية وكان هناك أنت بإمكانك أن تشرب الخمر أو الكحول فهذا يعني أنك حر ولكن عندما تقوم بنبش السطح تكتشف عندما تذهب إلى أقرب سجن إلى أن هناك قمع سوريا كانت بلدا مثيرا جدا كنت مهتما جدا بصنع أفلام عن المجتمع العلماني حيث أنه بدأ كأن المجتمع العلماني يعمل ولما أعتقد بأن في العراق كان هناك مجتمع علماني وبدأ أن الناس كانوا يعيشون حالة كبيرة جدا من خشية ولكن شعرت أيضا وربما أنا كنت مخطئا بأنه تحت نظام صدام حسين في العراق كان الناس كانت خائفة جدا معظم الناس لم يكونوا غابون فيه ولكن الذي شعرت به في سوريا كان هناك الكثير من الدعم لبشار الأسد لسبب من الأسباب ولا أعتقد بأن هذا كان دعما من باب أنني أنا خائفة فبالتالي أنا سوف أقوم بدعم بشار الأسد بالطبع أنا مع الرئيس ولكن كان يبدو أن هناك دعما حقيقيا كان هناك أناس أشخاص ربما كان السبب وراء ذلك هو طائفتهم أو دينهم أو علاقات اجتماعية كان هناك جزء من أو سبب حقيقي لذلك اعتقالك تشون في 2011 سبب مشاكل لعامر ورغدة وطبعا عامر داود ورغدة حسن المعارضة السورية والطرال الهرب من دمشق إلى بيروت ثم إلى فرنسا بلجوء طبعا سياسي هنا يبرز السؤال الأخلاقي ربما حول العمل السينمائي الوثائقي كيف ترى الموضوع خاصة وأن بعض الأفلام المنتجة بعض الثورة السورية أودت بأبطالها إلى المجهول نعم عندما يتم سؤال هذا وطرح هذا السؤال في المهرجانات أنهم دائما يجاوبون هذا السؤال بالقول بأنهم كناشطين سياسيين فأنهم غامروا وقامروا بإنتاج هذا الفيلم لكي يخبروا العالم بحقيقة الوضع الذي يحدث في بلدهم ربما في البداية عمر استخدم الفيلم كطريقة ليخرج زوجته من السجن ربما كان هذا هو السبب في ذلك طبعا لنوضح للمشاهدين لأنه أنت بدأت الفيلم وكانت المعارضة رغدة حسن في السجن وأطلق سراحها عام 2011 بعد بداية الثورة في عفو عام صحيح؟ أعتقد بأن في عام 2009 لم يكن هناك أمل بالنسبة لأي انفتاح سياسي لم يكن هناك أي وجهة نظر توحي بأنه سوف يكون هناك ربيع عربي أو بأنه سوف تكون هناك ثورة ولم يكن هناك الكثير من الأشخاص مثل الذين لديهم كاميرات يقومون بإنتاج أفلام في سوريا فبالتالي بالنسبة له على أقل تقدير كان هناك أمرين الأمر الأول هو أنه كان يريد إخراج زوجته من السجن وهو أيضا كان يود أن يخبر عالم بما الذي يقوم به النظام انظروا إلى هؤلاء الأطفال ليستطيعون أن يرون أمهم لأن مجرد أنها كتبت كتاب انظروا إلى هؤلاء الأمريكيين الذين يأتونك السياح في الحلب ودمشق ولكنهم لا يرون حقيقة هذا النظام الدكتاتوري الذي يحبس الناس مجرد قولهم رأيهم لكن هل بتعتقد أنه أنت عم تحكي هلأ عن استخدام عامر للفيلم ليس ليدافع ولكن ربما ليساهم بتحرير زوجته أو فك أسرة من المعتقل السوري لكن نحكي لنحن بعد 2011 سبب هذا الشيء مشاكل لعامر ورغضة واضطروا أن يتركوا البلد وأنا سأرجع أقولها لأنه أيضا قرأت مقالي ينقل عن كاردوخ والي هو خبير الكمبيوتر الذي قابلته أنت في سوريا واضطر أيضا إلى ذهاب إلى لبنان بعد أن تم اعتقالك وقال هو أن العديد من النشطاء الذين رتب لك لقاءات معهم قد اعتقلوا وواحد من بينهم اختفى كان هناك شخصا واحدة فقط معه كان متعرضا للخطر وهناك أشخاص كان يتم مطاردتهم نتيجة لنشاطاته ولكن لم يكن هناك شخص آخر تم اعتقاله بسبب أعمالي ولم يختفى أي شخص نتيج ذلك لم يتم اعتقال أي شخص كان هناك شخص وحيد معي تم اعتقاله لأنه كان معي وكان هناك هم يرغبون في الاعتقالهم ولكن لا يوجد شخص تم اعتقاله مباشرة بسبب قراري بسبب أنني كنت أعمل معه أو أعمل معي أو صورت معه نعم تشون سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا بكم أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام وأهلا بضيفي المخرج الوثائقي البريطاني تشون مكاليستر بدي أسألك تشون عن دور خليني أقول السينما الوسائقية بهذه الحالات اللي عم نحكي عنا الثورات الحروب وأنت كنت بعدة مناطق للصراع شو أهمية هذه الأفلام الوثائقية بما أنه حكينا أن تعرض أيضا أصحاب الأفلام وأبطال الأفلام للخطر هل دورة هو التوثيق لهذه الحروب هل دورة أن تنقل الحدث بالضبط كما يراه المخرج وكما يصفه طبعا ضحايا هذا الحدث لكسب التعاطف الغربي أعتقد لأن الأخبار تعرض حوالي ثلاث دقائق أو عادة مقاطع صوتية لا تتجاوز النص دقيقة عادة لا تظهر السياق العام للأحداث فبالتالي نحن نحاول أن نظهر الحدث في إطار سياقه لكي نجعل الناس يدركون ما الذي يحدث على الأرض تكون الصورة كاملة الذي بإمكان الأفلام الوثائقية أن تقوم به إذا شاهد شخص ما يحدث خلف الكواليس عند تصوير أفلام وثائقية سواء في سوريا أو لبنان أو اليمن عندما تكون هناك أزمة أنه عندما تشاهدون التقرير الإخباري الذي لا يزيط طوله عن ثلاث دقائق فإنك تدرك عند مشاهدة الفيلم الوثائقي بأن المعلومات أو العلم الذي سوف تستفيده من الفيلم الوثائقي هو أكبر بكثير نتيجة العمل الأشخاص كانوا مستعدين لكي يعرضوا أنفسهم للخطر لإنتاج هذا الفيلم الذي سوف تشاهده هل يمكن هذه الأفلام الوسائقية خلال سبع سنوات الماضية وشاهدنا العديد يعني أنتج العديد من الأفلام إن كان الأفلام السورية أو الغربية وطبعا وصلت إلى جوائز رفيعة وبعضها نال تلك الجوائز هل أدت غرض كسب الرأي العام الغربي خليني أقول الرأي الآخر ليدافع عن قضية تحرر الشعب السوري هذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته مليون دولار لا أعرف حقيقة أعتقد بأنه تعكس رؤية إنسانية للوضع الكثير من الناس تفاعلوا مع فيلم سوريا عبر بالكثير من الرحمة والتعاطف وأعتقد بأنه عندما تم إنتاج هذا الفيلم استغرق الأمر الكثير من الوقت الحصول على الدعم وعندما تم دعم الفيلم تم دعمها من قبل قناة بي بي سي أربعة وعندما شاهدوه في البي بي سي ورأوا المحتوى أثري للأطفال والأسرة قرروا أن يتم عرضه في البي بي سي واحد فتم عرضه في ساعة الظروة في البي بي سي الأولى أنا لم أكن أبدا تم عرض أفلامي في ساعة الظروة فبالنسبة لي كان انتصارا كان نجاحا كبيرا أنه تم عرض الفيلم للجمهور العام الجمهور الذي يشاهد بريتش جود تالنت أو إكس فاكتور وغيره لأنهم تعاطفوا مع سوريا وأدركوا أن الأسرة السورية هي مثل السورة البريطانية ما الذي يعني هذا لا أعرف هل هذا سوف يساهم في تغيير الوضع لا أعرف بشار أسد لازال على رأس السلطة في سوريا الناس تشعر بالضعف والخذلان وهناك المزيد من القصف والقنابل تسقط ولكن لا أعتقد بأن فيلم وثائقة بإمكان التغيير واقع وحال العالم ولكن بالنسبة لي أن هذا الفيلم دعم دعم الأسرة في الحصول على حق اللجوء في فرنسا وأعتقد أن بالنسبة لي ذلك كان هو للنصر بالنسبة لي هل غير الفيلم أي شيء على الأرض الواقع؟ نعم لقد تمكن من إنقاذ حياة أسرة سورية فإذا لحنا بحاجة لملايين الأفلام لتغيير حياة السوريين ومساعدتهم للخروج إلى أماكن آمنة أيضا تشون كنت شاهدا على الخلافات التي اعترضت طريق الزوجين الحبيبين عامر ورغدة وهما التقيا في السجن من وراء الجدران وصلا إلى المنفى وتوترت العلاقة بينهما بعد أن حصلوا على الحرية التي سجنوا أصلا بسبب مطالبتهم فيها هل هذا الخلاف فينا نعتبره رمزي؟ هل يمكن تعميمه على بعض مشاكل الثورة السورية على علاقة السوريين بعضهم ببعض؟ نعم مما رأيته من الجمهور هناك الكثير من الجنسيات المختلفة الذين شاهدوا الأفلام وجاءوا إليه أو شاهدوا فيهم وجاءوا إليه وسافروا عندما وصلوا إلى هاجروا وجدوا بأن علاقتهم تدهر وتغيرت وجدت عبر الإحصايات بأن 50% من الأزواج الذين يمرون عبر تجربة سياسية قاسية انتهي بهم المطاف إلى الانفصال أعتقد بأن هناك رحلة انتقالية من الحياة القديمة التي كنت عيشها إلى حياة جديدة تتأثر بالقلاق التي تحدث لك في تغير سياسي كبير إن هذا أمر عادي جدا وأنت عشت مع الزوجين خمس سنوات عشت معهم من قبل الثورة وعندما كانت رغدة متزال معتقلة وكنت شاهدا على خروجها من المعتقل وكملت معهم هذا الفيلم إلى حد وصولهم إلى فرنسا وقضيت معهم وقت برأيك فعلا الثورة تحديدا هي السبب أم كل هذه الضغوط السياسية اللي كانوا عايشين بالبلد أعتقد أنها الكثير من الأمور التي تسببت بذلك إذا حاولت تبسيط الموضوع إلى قضية وحدة إنها مثلا متعلقة بالكرامة هي أمر متعلق بالكبرياء العربي بالنسبة للرجال العرب وبالنسبة لعامر كان أمرا صعبا جدا أن يقبل بأنها تركته تركته ليتحمل مسؤولية الأطفال وعادت إلى دمشق أعتقد بأنه شعر وأنا أيضا شعرت لأنها عندما كانت في السجن كان وفيا جدا لها لرغدة كان يرعى الأطفال وكان يدعمها كزميل كرفيق كمناظر فعندما تركته في لبنان لا أعتقد بأنه تمكن من تجاوز ذلك رغم أنها عادت إليه وذهبوا سوية إلى فرنسا وبدأ كأنها سوف تكون نهاية سعيدة سوف يعيشون في فرنسا في سعادة وأيضا هي لم تحب فرنسا هي تكره فرنسا ومعظم اللاجئين ليسوا سعاداء الجميع يريد أن يكون في داره عامر لم يكن يحب العالم العربي لم يكن يرغب في أن يعيش في العالم العربي حلمه دائما كان بأن يذهب إلى أوروبا سوف يبقون فلسطيني لكنه كان دائما يرغب في أن يذهب إلى أوروبا يريد أولاده أن يكونوا أوروبيين لكن رغدة كانت تريد أن تعيش في العالم العربي وانت بتحلم بالعكس انت بتحب تعيش بمنطقة الشرق الاوسط ورح نحكي ايضا عن هذا الموضوع بالمحور الاخير بس تحكي شوية عن علاقتك بشخصيات افلامك يعني عشت معهم خمس سنوات خلص صرت جزء من العائلة خليني يقول وجزء من الزاكرة وجزء من القصص وجزء من الانهيار يلي حصل بعد خروجهم من سوريا هذا بيأثر هذا الشي عليك كشخص مطالب بانه تكون عين الكاميرا ربما يلي بتنظر للموضوع من الخارج هذا بيأثر على الفيلم اعتقد بانه الطريقة هذه هي الطريقة التي اصنع بها افلامي التي انتش بها افلامي انا اذهب الى مناطق واعيش مع الناس لا اعيش معهم لخمسة سنوات ولكن اذهب واعود وهكذا وتصبح لديه الفة كبيرة معهم واقترب منهم بشدة انا اعمل بنفسي اعمل باصغر كاميرا ممكنة اعمل بيدي حتى الان مع فيلمي الجديد الفيلم الذي فانا استخدم الايفون حيث انه يصور 4K عندما يحدث امر ما فانه بامكانك ان تضغط على الكاميرا وبامكانك ان تصور الحقيقة الحادث كما هو يحصل انه البحث عن المصداقية البحث عن الحقيقة عندما لكي ترى وراء كل هذه الامور وراء كل هذه الاطر التي يتم وضعها من قبل الاخبار وايضا للتخلص من الصور النمطية احكي عن عامر شوي عامر داود بطل الفيلم قضى طبعا بالسجن ثلاث سنوات وهناك تعرف الى رغدة ونشأت بناتهم علاءة حب وتطورت الى الزواج لاحقا كان عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية ويعني لا بد ان نذكر فلسطين الان كيف ترى القضية الفلسطينية بعد سبع سنوات مما حصل في سوريا على الاقل هذا هو قلب المشكلة هذا هو لب المشكلة عليك كذلك القضية الفلسطينية اعتقد بانه حتى يتم حل المشكلة الفلسطينية فان العالم العربي لن يعثر على السلام لن يكون فيه سلام فبالتالي انها فوضى ان الامر لا يبدو جيدا ان الوضع يبدو اسوأ من اي وقت مضى وايضا مع وجود هذه الادارة الحالية الاسرائيلية وايضا ادارة الرئيس ترامبو وقراره بنقل السفارة الامريكية الى القدس هو قرار كارثي فالوضع الفلسطيني لا يبدو جيدا لا يبدو جيدا على الاطلاق ولكن علي ان اقول يجب علي ان اقول بانه خلال الفيلم الناس انتقدت عامر انه خلال صراعه خلال ثورة انطلاق الثورة السورية كان يقول كان يقول له الناس انت لست سوريا فلماذا لا تذهب الى بلدك ولماذا لا تصارع لاجل وطنك لانه فلسطيني من من الجمهور او من السوريين اللي كان ضد مشاركته بالثورة في البداية كنا نذهب لكي نشرب في بعض المناطق في اماكن مختلفة عند انطلاق الثورة كان هناك انقسامات بين الكثير من الاصدقاء كان هناك الكثير من الناس الذين يقول حسب ما اتذكر لقد صورت الكثير من اصدقاء عامر الذين يقول له انت تذهب ولا تبحث لكي تبحث عن الحرية للشعب السوري وربما انت سوف تصبح اقل حرية في حال تم ازاحة هذا الرئيس عن السلطة لانه عندما تقوم بازاحة هذا الشخص فانه سوف يكون لك القليل من الحرية او نسبة اقل من الحرية وكان هناك اشخاص يقولون دعي الثورة للسوريين فانت فلسطيني هذا امر لا يعنيك فبالتأكيد اجابة او صحيح كان دائما هو ان زوجتي هي سورية ولان النظام السوري معتقد زوجتي دي احكي عن ايضا سؤال كمخرج قضية مثلا عهد التميمي اوكي قضية عهد التميمي اثارت نقاشات عنيفة بين مثقفين فلسطينيين وسوريين المثقفين السوريين او بعضهم طبعا احتج انه هذا الاهتمام الاعلامي المضخم والمبالغ في ان كان في وسائل الاعلام العربية او الغربية بينما هناك مئات والالاف المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري اللي عم يتعرضوا لتعذيب يومي وما احد عم يحكي عنهم لماذا حصلت على هذه التغطية في فلسطين ربما لانها عمرها 17 عاما بس في معتقلات سوريات اكيد عمرها 17 او اقل واكيد ارتكبوا افعال جريئة جدا توازي خليني اقول شامل تتفوق على جرأة عهد التميمي وطبعا قضية عهد التميمي هي قضية عادلة احنا ما عم نشكك بعدالة هذه القضية لكن عم نحكي عن الفرق ربما اعتقد بان العمر هو ان كل شيء يحدث في فلسطين بالامكان تصويره وفي سوريا لاي درجة بامكانك تصوير اي شيء او اشهاد على اي شيء الامر الذي تتحدثين بخصوصه ليس معروفا حتى انا اعتقد بان احد الاسباب التي جذبتني الى حكاية القصة التي رأيتها هو اني عندما قابلت عامر فوجئت وصدمت بان زوجته في السجن لماذا هي في السجن لماذا حرموها من اطفالها اعتقد بانه لا يوجد شهود عيان على ما يحصل في سوريا نعم تحدثت انت بالسابق على انه مو حلمك بس انت بتتحس حالك بمنطقة الشرق الاوسط وكأنه ببيتك وبتفضل تعيش هناك عن العيش في اوروبا او في بريطانيا ووقت قضيت السنوات الخمسة بسوريا تحدثت كثيرا عن التعايش بين السوريين تحدثت عن الحرية خليني اقول او التحرر او الانفتاح بالعلاقة بين الرجل والمرأة بوقت كنت ارتاد المقاهي والبارات في دمشق القديمة او بترتوس او مناطق اخرى وبنفس الوقت طبعا كنت واعي لما يحدث في تحت الارض في دمشق بالاقبية باقبية المخابرات لكن بنفس الوقت هل لديك اي تخوف من الجماعات الاسلامية اليوم انه ربما قد تغير هوية المدن السورية قد تغير هوية الحياة في سوريا نعم ان الوضع الان مأساوي جدا اي مجموعات اسلامية موجودة الان في سوريا ما هي المجموعة السلامية الموجودة في سوريا اي مجموعة سورية اي مجموعة سورية انت تتحدثين عنها من برأيك هل ممكن يغيروا يغيروا شي بسوريا اللي انت بتحبها اعرف ذلك ذلك هو كان الصراع هذا الذي قال بشار الاسد انه يدافع عنه العلمانية اذا برأيك مع سقوط بشار الاسد ستسقط الجماعات الاسلامية ايضا هذا كان امل وحلم الثوار بانه سوف يستمرون في ثوراتهم لكي يقوموا بازاحة الجماعات الاسلامية وايضا بناء دولة مجتمع ديمقراطي بعد ذلك ولكن قوة قوة هذه القوة قوة هذه القوة الاسلامية المتطرفة لا اقول قوة قوة الاسلام هناك ايضا امور اخرى داخل في هذه اللعبة اشياء تحدث خلف الكواليس وهي دعم هذه المجموعات وايضا كل هذا يتخمر ويحدث خلال حالة الفوضى لان الثورة والاحلام المثالي امر ولكن كلما ازدادت الفوضى وكلما اخذ الوقت مداه كلما تتعقد المسائل القوة الغامضة تتحرك تشون صحيفة الاخبار اللبنانية استخدمت فيلمك عن الثورة اليمنية الثوري المتردد لتنتقد الثورات العربية وتقول ان الثورة اليمنية لم تنال حصتها او حقها من الاهتمام في الاعلام العربي او الغربي او بالسينما طبعا الغربية بشكل عام الصحيفة معروفة بمواقفها الموالية لحزب الله هي من تموي الحزب الله اصلا وإيران والنظام السوري وروسيا ماذا تقول عود حاولنا نفهم هذا السؤال استخدموا فيلمي لكي ينتقدوا الثورات الثورات العربية وخاصة الثورة السورية يعني طعنوا بالثورات العربية وبمصداقيتها واستخدموا فيلمك انت عملت فيلم عن الثورة اليمنية لتقول الحقيقة حقيقة ما يحصل لقد قلت الحقيقة كما رأيتها في ذلك الفيلم لا اعرف كيف يتم تفسير او تأويل الفيلم الذي انتجته من قبل الصحف او وسائل اعلام اخرى لقد حكيت القصة كما رأيتها بالصدق وانا متأكد بان التوجهات السياسية تحاول او الحزاب السياسية تحاول استخدام اي شيء لكي تمرر اجندتها انا لما اقرأ التقرير في الصحيفة رح ارسلك لأنه اصلا الفيلم اليمني فعلا الفيلم اللي انجزته عن اليمن ما كتير مكتب عنه بالصحافة العربية خليني يقول ربما صحيفة الاخبار هي من الصحف القليلة جدا اللي تقصدت تكتب عنه طبعا لأسباب اخرى انا مضطرة اختم الحلقة لانه انتهى وقت البرنامج لأسف وبدي حاول نحضر ولو دقيقتين او ثلاث دقائق من فيلمك قصة حب سوريا لكن بدي اسألك قدي صعب انجاز فيلم اخر بعد قصة حب سوريا الفيلم اللي استغرق تصويره خمس سنوات واللي دخل الى قلوب كتير من الناس ان كان السوريين بالوطن العربي او بالغرب دائما صعب ان تقوم بانتاج فيلم بعد ان تكون تفاعلت عاطفيا مع شخصيات الفيلم من الصعب جدا ان تنتقل للمرحلة التالية لقد قمت بانتاج فيلم في انجلترا وانا ارغب في انتاج فيلم اخر في اليمن حتى انظر الى الفصل الجديد او الفصل التالي من الثورة اليمنية او ربما اللا ثورة التي حدثت في اليمن وايضا نتيجة هناك كارثة ما ستحدث هناك وللأسف الكاميرا لا تدخل الى هناك ولا يتم نقل ما يحدث هناك على الارض لا يتم تقريره ولا يتم نقل العالم فبالتالي انا احاول ان اقوم بذلك في المرحلة التالية ولكن لا اعرف انا اعمل بشكل مستقل جدا ولدي اتصالات داخل البي بي سي ولست موظفا في البي بي سي انا مجرد شخص مجرد فرد وكل ما بإمكان الناس يقوموا به هو ان يستخدموا ما لديهم كمنتجي افلام كصانعي افلام واتصالاتهم في القناة الرابعة وفي البي بي سي وغيرها لكي يتم انتاج الافلام لكي نتحدث عن العالم كما نراه عن سوريا هل سيكون هناك فيلم او مشروع فيلم في مشروع فيلم عم تبحث عنه عن سوريا على الاقل طبعا سوريا المحاصرة او سوريا المحاررة ليست سوريا مناطق النظام بالطبع خاصة بعد اعتقالك ان المستحيل ان تعود الى سوريا ليس بامكاني ان اعود الى سوريا مرة اخرى لانه تم ترحيلي الا في حال كان هناك تغييرا في النظام ولكن ليس بامكاني العودة الى سوريا مرة اخرى ولكن احب ان اعود مرة اخرى وانتاج فيلم انا احب التواجد في سوريا واحب ان اعود الى سوريا وان اعود الى سوريا مرة اخرى دون وجود هذا النظام حقيقة إنه أمر محبط بأنه ليس بإمكاني أن نذهب إلى سوريا لأنه كل الأشخاص الذين عبر العالم الذين يرغبون في الذهاب إلى سوريا والاستمتاع بذلك البلد إنه محبط جدا أنه ليس بإمكاني أن نذهب إلى هناك بسبب وجود شخص غبي جدا إنه منظمة غبية من شون ماكليستر شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء نلتقي الأسبوع المقبل مشاهدين الكيرام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر